انتقاما لكل قطرة دم سالت على تراب بيت المقدس ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتقاما لأبناء فلسطين ونسائها وشيوخها وأطفالها انتقاما لإيمان حجو التي هزت قلبي وكياني ووجداني إن الممارسات القمعية والمجازر الوحشية التي تنفذها العصابات الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني تستدعي من كل مسلم أن يهب النجدة إخوانه في فلسطين ويرفع عنهم كلنا لحق بهم من ضرر وأذى وظلم ترجمة نانسي قنقر